كيف تعامل نظام الأسد مع هجوم القوات الأمريكية على العراق 2003 وإسقاط النظام وظنهم أنهم الخطوة التالية في ذلك الوقت عندما وقع الغزو الأمريكي كان يعمل ضد الأمريكان طبعا لأنه كان يسل المقاتلين وكان يدعم المجموعات المتطرفة ويحارب الأمريكان في العراق وهذا كان معروفا جدا طبعا وهذا أدى بالتالي إلى أمر لم يكن معروفا بما يكفي عندما بدأت التحركات في سوريا وفي العراق فقد فتح سجونه وأرسل كل الإسلاميين المتطرفين بضعة مئات من هؤلاء إلى الطرف الآخر من الحدود فانضموا هناك مع داعش أخيرا داعش هو من الذين شجعوا داعش هم لم يحاربوا داعش كانوا يشترون النفط منهم كانت داعش تشتري الكهرباء من الأسد هم لم يكنوا جديين لكن مؤخرا في السنة الأخيرتين اختلف الوضع لكن في البداية لم يكنوا يهاجمهم لأن الأسد كان داكيا جدا لأنه كان بحاجة إلى أشرار فهو كان يقول ماذا تريدون هؤلاء الذين سيقطعون رؤوسكم هؤلاء المتطرفون تريدونهم أم تريدوني أنا ضد هؤلاء أنا أفضل من هؤلاء إذن كان يلعب هذه اللعبة بذكاء جدا والكثير من الأوروبيين كانوا يرون أن الأسد هو الشر الأصغر إذن دعونا أن نتعامل معه لكي نحارب داعش معه لكنهم لم يفهموا كليا ولم يفهموا أن داعش كانت هي أمرا أو هي مجموعة أوجدتها دعم الاستخبارات السورية وبهذا الشكل فإن الأسد كان بحاجة إلى مجموعة من الأشرار بحيث عندما يقول لشعبه هل تريدون هؤلاء عليكم أن تأخذوني أنا هذا كان ذكيا انطل هذا الأمر لعدة سنوات ولكنه لا أعتقد أنه سينطل أكثر من ذلك لأن الروس أيضا يهاجمون أحيانا ولكن غالبا يهاجمون المجموعات الأخرى المجموعات الأخرى التي تعتبر معارضة لألسد لأنهم 80% من مهجومهم كان على هؤلاء و20% على داعش وهذا يقول مثلا أنهم أرادوا بشكل أو هو أمر يخدمهم سياسيا وينبغي أن نكون حريصين جدا وأن نبقي هذا في رأينا أن داعش أوجدت بمساعدة الأسد لأنه أفرغ لأنه فتح سجونه الاستخبارات السرية نقلت هذه المساجين إلى العراق وانضموا إلى داعش وشجعهم على أن يكونوا أكثر عنفا وتطرفا لأن هذا ما يساعده إذا في يوم ما سيكون هناك سلام إن شاء الله في تلك المقت ويذهب الأسد فلربما عندها سنعرف ما هي الحقيقة لأن هناك التكهنات الكثيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر